قال عمر رضي الله عنه لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى من نفسك فقال عمر والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى أكنا حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال عمر رضي الله عنه لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى من نفسك فقال عمر والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر والناظر في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا دماءهم وأوقاتهم وقدراتهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله قد تفضل على الأمة بأن أوجد لنبيه صحابة أجلا ينقلون سنته ويسيرون سيرته وينشرون دينه في الآفاق فكان منهم الفعل الجميل الذي كان سببا من أسباب هداية كثير من عباد الله إلى دين الله